أشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بما تقوم به دار الإفتاء من مجهودات كبيرة في حفظ استقرار المجتمع وتحقيق الريادة المصرية في مجال الإفتاء في الداخل والخارج جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع مفتيج جمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الأستاذ الدكتور شوقي علام وتمن مدبولي خلال لقاء تطور ملحوظ في التحول الرقمي داخل دار الإفتاء واستعرض مفتيج جمهورية خلال لقاء رؤية دار الإفتاء المستقبلية خلال هذه الفترة حيث تقوم على محورين أساسيين هما تحقيق الأمن الفكري والمجتمعي وبناء الوعي الصحيح لدى المواطنين وخاصة الشباب هذا وقد أكد مفتيج جمهورية على دور الفتوى في حفظ أمن واستقرار المجتمع